ماذا لو لم تكن تلك الدموع دموع وحدي؟ هو عنوان المسرحية التي قدمتها المؤلفة والمخرجة المسرحية اللبنانية رشا بارود على خشبة مسرح المدينة البيروتي ويتمحور موضوعها حول المورثات الاجتماعية والتربوية التي تتوارثها النساء في المجتمع اللبناني من جيل إلى آخر وذلك من خلال تجربتها الشخصية المشروع أساساً كان بديه مضبوط مثل ما قلت يكون سايت سبيسيفيك برفومنس بالبيت لأن بحس أنو البيت بيجسد التاريخ الحميم تبع العيلة وراء هيدا من أربع سنين ونص بلشنا المشروع بلشت اشتغال وبعدين لحاجة أنه رح يكون كتير سعب أقدر أجيب عالم من 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 بيروت إنه قلت بدأ عملكر هالشي كمير لأربعين شخص يجوا من بيروت فهون فاتت الكاميرا بالداء قلت لأ بنا نعمل فيديو بس فيديو نا 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 وبتنفس الوقت كنت عم مكمل أنا الانتروفيوز مع العيلة وعالم المنطقة يلي موجود في البيت فتقدمنا وعمقنا بالأحاديث وبلش الموضوع يركز على القصة الحميمة تبع العيلة فقلت لأ هيدا بدأ بكون فيلم وثائكي قلنا لأ فكشن لأن ما فينا نخلي العالم الموجودين يحكوا إشي ما بدون يحكوها ففيكشن أنا مرأ الوقت وإذ مهم قلقيت إنه أحسن شي نرجع للمسرح وخلال البحث قلقيت إنه بالنهاية بس تعمل هالمشروع هالقاد خاص عم تحكي عن نفسك بس بلشت المشروع بلشت فكرت إنه رح يحكي عن المكان والجد من هون نقلنا للبيت للسبت، للأم، لأنا بس إنه أقدر جمع سينما ومسرح هيدا كان هدف صحيح إنه موندرام بس صراحة أنا كتير أحس حالي مترفقة أرواح الميتين والموجودين اللي خاصهم المعنيين بالقصة ما كتير بحس حالي لوحدة يمكن بالآخر، بالآخر مبلا ترجمة نانسي قنقر